السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله غدي نوزجد لكم واحد الوجبة اللي لديدة بدون لحوم بدون دجاج عب الخضر فقط باللوبيو البروكلي وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بجدائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وبسم الله غدي نبدأ معاكم انا هنا كننقل اللوبيا كنحيد لها هكا دوك الشوائب وكنحيد دف الخيط اللي تيكون فيها عندي واحد الكيمية دي لان سكيلو دي اللوبيا او خمسمية جرام من بعد غدي نخليها هكا منقوعها في الماو شوية الخل غدي نجيب البروكلي بحركة وغدي ندير القياس اللي محتاجين له كنقطعوا هكا من العود ديالو هاد العود اللي تيكون شاد فيه البروكلي يعني اكلة ساهلة ولديدة وصح هي اكتر بحال الناس اللي مكيبغوش بحال هكا ما كيأكلوش لحم كنستمر على بحال هكا البروكلي ديالنا كننقيه وكنحيد لي هاد الشوائب كنحيد شي بلاسة كتكون بحال هكا صفرة لانه هو ما كيصبرش وخا كنجيبوه عنهار وكنديروه في تلاجة كيبدي يصفار صفي كنحيد له بحال هكا دو كل الجوانيب اللي كيكون بحال هكا كيكون في هادك الخيط كنحيدوه هتا هو وكنديروه رقيق صفي وغدي نرقدوه في الماء والخل وغدي نخليه وحال خمسة شر دقيقة مرقد في الماء وفي الخل حال هكا اللي كانت في شي حاجة كتتحيد كتتغسل وكنعود نغسلوه مزيان صفي وغدي نجيب هنا يا وحد جج حبات ديالو البصلة عندي جج حبات ديالبصلة هكا متوسيطان غدي نقطعهم وغدي نقردهم هكا رقاق كنرقوهم زيان هاد البصلة كنرقوها باش ضغيك الطيب وضغيك توجد هاد الاوكلارة ما كتتعدش خمستاشر دقيقة عشرين دقيقة كتكون موجودة ولكنت عندنا هكا البصلة الخطارية لان الوقت ديال الهدابة انا ما موجوداش عندي نديروها هي احسن كدسي تعطي لدال هاد البروكلي وكتعطي وحد البنة وصحية هي اكتر لبل انها وقت هدابة نحاولو نستفدو منها كنجيب هنا وحد ثلاثة الحبات ديال او ثلاثة الفصوص ديال التوم عفوا كنهرسهم هكا وكنقطعهم رقاق باش ما نقوي وشعليني بحل هكا انا خدمت كل شي هكا بالموس ضغيك نوجدو سوفي غدي نجيبو حط نجرة وغجي ندير فيها هكا شوية ديال الزيت البلدية وحكاسة المعالق او ربعات المعالق ديال الزيت البلدية كندير فيها ديالك التويمة باش كتشحر العافية كتكون مهيلة ما تكونش العافية مجهدة باش ما نحرقوش الزيت كنديرو على العافية مهيلة سوفيو كنخليها بحل هكا كتشحر وانا كنحرك بحد سباتولة ديال العود او ديال الخاشب ايه تشحرط لنا هكا تويمة غالي نزيدو البصلة وسنحركو هكا البصلة كنخليوها تشحر انا هنا يا كنت بنتبع مع البنية المبتدئين بحل هكا ليالله مبتدئين وبغي نتعلمو الطياب وهذا يعني كيشوفو خطوات خطوة بخطوة باش كيتعلمو غدي نجيبو حض الربطة ديال القصبرو المعد نوس بعد ما غسلتها ونقيتها غدي نقطعها كرقيقة غدي نرجع عكا البصلة ديالنا بعد ما تشحرات انا هنا يا عندي دبس الماطيشة اللي مصيبه هكا في الدار كنديرو حد او معجول ماطيشة كنديرو حد المعلقة راها كافية الى ما كيناش كتديرو حب ديال ماطيشة صغيرة كتقطعوها كرقيقة بلا زريعة بلا ما وكتزيدوها وكنحرك صافيو غدي بدن تتبل كندير المليحة شوية ديال سكين جبير شوية ديال بابريكا او تحميرة او فلفل حلوة شوية ديال اللي بزار او فلفل اسود الكوركم او الخرقوم البلدي كنديرو حد نص معلقة وكنزيد محرك غدي نزيد القصبر والمعدنوس ثم شفتو معي كيفاش تشحرات وكيفاش هكا ملبية صافي هنا يا كنزيد الماء فاطر ما كنزيدش الماء بارد يعني كنزيد الماء طيب بش دغية كتوجد ديال هنا كاس ديال الماء وغدي نخليها حتى كتزيد تغلى كالطيب شوية وغدي ندير اللوبيا كندير اللوبيا هي اللولة لانك كتزز شوية الطيب يعني الناس لي ما سيكلوش هكا الحمول هادارها وكلا صحية وكتجي بنينة يعني ما كتجينش بس لا او هذا كتجي زوينا كنقدروا ناكلوها وما فيها بس مرة مرة بحلها كان بعدو من الحم لبعدو من الجاج نديرو بحلها كان الأكلات اللي صحيين صافي بعد ما طابت اللوبيانس طيبة كنزيد عليها البروكلي ستمر علي بحلقة حتى كنستفوها كفطنجرة ونخليه كي طيب وحد خمسة طقاي قربة كيتعطلش باش كي طيب شو ما هو طاب وعفيام هي لم ماشي العفيام جهداء غدي نزيد هنا يا عندي عندي مطيشة صغيرة ديك المطيشة الصغيرة غدي نزيد شي حبت ديول مطيشة بحل هكا هدول تزين فقط وتهي كتكون فيها وحد الحلاوة كتكون ماشي بحل مطيشة اللي كبيرة صافي وكنخليها شوية وحد خمسة طقايق راها كافية كنزيد شوية دي الزيت البلدية من الفوق هو دي الزيت البلدية صافي وكنتفوع لها وكنقدموا الأكلة دينا بصحة وراحة كتجي من ألد بما يكون وجربوها وارضوا عليها في التعاليق ولعجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة ولضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي اجدد على القناة واللي اجدد على القناة واللي اجدد عندي في القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة وغدي نخليكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة